السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي هادنه ان شاء الله نقدموح الحلقة ديال اهمية وضرورة تقديم عشبة السبن او الدريس للارانيب اول حاجة نعرفه بهد العشبة هدي هي بحقه ماشي عشبة هي البقايا اللي كتنتج على الزرع زرع مني كي يحيدو الزرع الحصاد كيبقى هاد التبن التبن شحان موحد ما غدش يتوقع انه مهم للارانيب مهم للارانيب كي اللي كيديرو على حسب الولادة لحسب كيفرش به الارض يا ولكن في بعض الدول يعني خصا في الخاليج انهم كيبيعوا التبن للارانيب انا غادي نوريكم كيفاش كي ياكلوه وغادي نهضرو عليه ونتكلمو عليه اذا تابعونا اذا كيما كاتشوفوا معايا هوا الارنب كي ياكل التبن يعني بوحد شاراها يعني نعرفه بعدها يعني التعريف بهذا التبن التبن هو الدريس يسموه الدريس وهو ما بعد الحصاد ويمكن ايجاد التبن الاخضر وهو الافضل يعني اللي وجد التبن الاخضر يعني هو مباشرة مني كي حيدو منو الزرع كيكون واحد التبن اخضر اللون ديالو اخضر وهاد التبن هو الافضل لانهو غني بالبروتينات اه وكين الاصفر والغالبي اللي كيكون كيتباع اه وهو هاده هنتمكن ما كتشوفو اللون ديالو راه اصفر اه وهو ايضا جيد اه ولكن هاد الاصفر هاده غني بالالياف فقط اي ان الحيوانات كيحسو بالشبع فقط يعني ممكن أنه محسب شبع فقط ماشي بحل التبن الأخضر والآن نتحدث عن التبن الأصفر التبن الأصفر وهو علاج فعال وسريع للإسهال الناس اللي عد باديين ولقين مشاكل في الإسهال يعني المشاكل للإسهال ممكن نعطيكم الدواء السريع ولكن سيكون المشكل أما إلا بغيتوا الوقاية من هذا الإسهال ممكن أنكم تديروا واحد جوج مرات تبقوا تعطيو هذا التبن وتعطيو الآن أني بديل لكم جوج مرات في الشهر جوج مرات في الشهر راه كافي أنه كيحميلهم المعدة ديالهم من الإسهال بالنسبة لي أنا كان أعطيهم لهم جوج مرات في الأسبوع أما اللي عنده الآن أني بديلو غي صغار حالة الشكل هذا هاد الصغارين ممكن أنه يعطيهم يعني التبن مرة أو مرتين في الشهر هذيك كتحميهم من الإسهال هذا إذن فإذا كانت أرانبك فيها الإسهال فيمكن إعطاء التبن الأصفر ليابس يعني بحال هذا الشكل هذا يابس وعدم إعطاء الماء يعني من يكون عندهم الإسهال ما تعطيهمش الماء لمدة 24 ساعة يعني تعطيهم هذا التبن هذا من تحس بيوم كرشفهم بدات كرجرة أعطيهم هذا التبن هذا وما تعطيهمش مع الماء الماء ما تعطيهمش صفي هذا وكونوا متأكدين أنه فوضون يعني يومين إن شاء الله كيقول لي الحالة الطبيعية وبفضل التبن فقط ممكن أن يتعافى يعني الأرنب خلال 24 ساعة بإذن الله والسبب في الشفاء وهو أن التبن يساعد على تجفيف الأمعاء من العصارات الهضمية التي تسبب الإسهال هذا هو السبب علش هو مفيد للأرنب بالنسبة للإسهالات لأنه كي يجفف هذه الأمعاء من العصارات الهضمية وأنا أنصح في الحقيقة أنصح بتقديم التبن مرتين على الأقل لأن التبن يقوم بتعويض الألياف الغير موجودة في العلف هذا من جهة ونهضروا دباع التمن ديالو التمن ديالو هو أرخص مما تتوقع فممكن أنك تشري بوحدة البالة كبيرة يعني فيها تقريباً مترو مترو عشرين على نصف نصف متر والعلو ديالو مويم إحنا كنقول لها بالا والعلو ديالو ممكن يكون في 30 سنتين كلها ممكن أن نتشريها بعشرين درهم عشرين درهم أرى ما شيقة تخدم لك يعني كنظن أنها تخدم لك سيني لأنها لم تتعطيش بزد للألانب ديالك تخدم لي واحد شوية أما أنواع التبن فهي التبن الأخضر وهذا ممكن تقديمه لصغار الألانب وذلك لأنه غني بالبروتينات أما الأصفر فممكن تقديمه للألانب البالغين يعني الكبار وذلك لتعويض الألياف الغير موجودة في أي علف ممكن تقديمه للألانب فهو يقوم بالإحساس بالشبع الدائم للألانب وهو صالح لجميع الفصول يعني ممكن أنكم تقدموه تفف في الجو البارد في الجو الحار ماشي مشكلة فبالنسبة للجو البارد فهو كيجعل الأرنب مايبقاش يتخبط في الكاج من شدة الجوع لأنه قطعوه الماكلة كيبقاه هو ديما جيعان ففي الجو البارد ديما يخصوه يكل أكثر هذا التيب من هذا كيخليه يحس بالشبع يعني ومايبقاش أنه يتخبط في الكاج في القفص أما بالنسبة للجو الحار حتى هو كذلك خدام علاش؟ لأنه يجعل الألانب ماكتصابش بالاحتباس الحراري والاحتباس الحراري ركننا هضرنا عليه بزاف الناس اللي كيخافوا من جو ديال الصيف بصفة عادية بحالهم بحال الجو البارد كي يقول ليوا مصابين باحتباس الحراري ولا قدر الله كيموتوا إذا تبن هو خدام لكل الحالاتين خدام في الجو البارد وخدام في الجو الشتاء العفوان الحار وفي نفس الوقت هو كي يداوي الأمعاء كي يجفف الأمعاء كي يقاد الدورة الهضمية يعني كي يقاد ذها بوحد الشكل ممتاز إذا رخيص في الثامن الحقيقة هو جد جد فعال دا الحلقة ديالنا رأسالات الناس اللي ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة غادي بالدعم ديالكم كنشكركم على التعاليق طيب ديالكم و تكيو على زير جيم ما تنسوش تكيو على زير جيم باش تساندونا و نزيدو نفيدوكم إن شاء الله بالجديد ديال الفيديويات و أنا كنرحب بالتعاليق طيبة ديالكم و كنشكركم بزاف تكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة مقبلة بداعين بداعين ولدعم شكرا